قتل نحو أربعين شخصا من قادة المجموعات المقاتلة في شمال غرب سوريا وذلك بعد تعرض مواقع تابعة لفصيل حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة لقصف صاروخي من مصدر المجهول هذا حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يذكر مشاهديني بأن الغارات الجوية على إدلب ومحيطها والمعاركة بين القوات النظامية والفصائل المسلحة كانت قد توقفت بشكل كامل بعد إعلان روسيا عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ابتداء من صباح اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر